الشخصية الشبه فصامية شخصية من صنع الله صاحبها ليس مريضا ولكنه إنسان غريب غير المتخصص يقول عنه إنه إنسان غير طبيعي تصدر عنه أفعال وأقوال قد نستنكرها وتسير حيرتنا وتعوق الاتصال بيننا وبينه من يعاشره أو يعرفه عن قرب يستطيع أن يتشب بسهولة تلك الأشياء الغريبة في سلوكه وتفكيره حتى كلامه يبدو غير طبيعي في كثير من الأحيان أعراض قريبة الشبه بأعراض مرض الفصام ولكنها ليست شديدة بالقدر الذي نراه في مرض الفصام ولهذا فهو ليس مريضا ولكن صاحب شخصية غاية في الغربة ما هو الغريب فيه؟ تفكيره غريب إيمان مطلق بأشياء خرافية كاتصال الإنسان بالجن وتسخيره لخدمته وتأثيره عليه والحس السادسة والاتصال الروحي بالموت وقدرة الآخرين على الإحساس به والاتصال بمشاعره هذا بالإضافة إلى تفاؤله وتشاؤمه إلى أخص حد من أشياء غريبة ولجوءه المستمر إلى من يدعون القدر على معرفة الغيب وخراءة الحظ والطالع وخضوعه لهم ووقوعه تحت تأثيره وتكاد حياته لا تسير إلا بتوجيهاتهم ونصائحهم وتشغله هذه الأشياء وتحتل مركز تفكيره وتتحكم فيه هو دائم الحديث عنها هذه الأشياء تسيطر على أسلوب حياته وعلاقاته بالآخرين وحسيسيته المفرطة تجاه الآخرين تجعله يشعر دائما أنه مراقب بعيونهم إنه محط أحديثهم وتعليقاتهم ونقدهم إنهم يسخرون منه ولكن لا يصل الأمر إلى حد الاعتقاد الخاطئ المرضي بأنه مضطهد ومهدد بالقتل أو الإزاء إدراكه أيضا قد يضطرب فيحدث له ما نسميه بخداع الحواس فالحبل قد يراه على إنه صعبان يتحرك أو يشك أن أحدا يتابعه إذا رأى ظلا يتحرك من بعيد كما قد تداهم أحسيس أكثر غرابة فيشعر بأن هناك قوة غريبة أو أن هناك شخصا موجودا معه في نفس المكان الذي يجلس فيه فيقول مثلا أنه يشعر يقينا في هذه اللحظة أن أمه المتوفى موجودة معه في نفس الحجرة وسمة أحسيس أخرى كإحساسه بالاندهاش والاستغراب للواقع والأشياء المحيط به يشعر كأنه في حلم وأن هذه الأشياء المحيطة غريبة عليه وحالة الاندهاش أو الاستغراب قد تصيب أحساسه بذاته فيندهش لنفسه أو يشعر بالغربة وإذا تكلم فإن حديثه يبدو غريبا ولا يصل إلى هدفي بسهولة ويدور ويلف حول النقطة التي يتحدث فيها دون أن ينتهي منها وقد تشعر في لحظة وأنت تستمع إليه أنك لا تفهم ما يقول فهناك غموض ولف ودوران وعدم وضوح الفكرة أو المعنى وإطالة لا داعي لها ولكن الأمر لا يصل إلى حد عدم الترابط والذي لا نراه إلا في مرضى الفصال وبالإضافة إلى أفكاره لتتتسم بالشك وسوء الظن في الآخرين فإنه أيضا بارد العواطف لا تشعر بأنك قادر على الاقتراب منه تشعر بحاجز سميك يفصل بينك وبينه هو إنسان ليس لديه القدرة على أن يرتبط عاطفيا بصديق أو زميل أو جار وحتى مع شركة حياته يكون هناك هو بينهما أو جدار يباعد كل منهما عن الآخر لا أصدقاء ولا مقربين ولا علاقات اجتماعية ولكنه يعيش في عزلة بعيدا عن الناس وهذا الإنسان لديه حساسية مفرطة للنقط مما تجعله شديد القلق والتوتر في مواجهة المواقف التي قد يتعرض فيها للتوجيه أو النقط أو المحاسبة وهو معرض أكثر من غيره لحالات من الاكتئاب والقلق فسمات شخصيته التي تتسم بالتفكير الغريب والشكل والعزلة الاجتماعية تخلق له مشاكل في علاقاته بالآخرين وتزيد من إحساسه بالضغط الواقع عليه قد يحكم عليه البعض بأنه مريض لشدة غرابته ولكنه ليس بمريض وسبحان الله الذي خلق الناس بطبائع وخلائق ومشاعر وأفكار مختلفة وبعضها من شدة غرابته يقف قريبا من حد المرض